السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء من نيسان إبريل القمر اليوم استقر في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة التسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيش من صباح يوم الغد الأربعاء لينتقل القمر بعديها لبرج الدلوف القمر الآن موجود في منزلة ساعة ذابح وهي منزل للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعديها لمنزلة ساعة بلع وهي منزل للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية القمر الآن بما أنه موجود في برج الجدي معناته اليوم منصبح أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف ما عنا عواطف الفترة هاي منكون جديين زيادة عن اللزوم في حل جميع مشاكلنا لأنه إحنا عمليين بالفترة هاي بسبب تأثيرات القمر في الجدي مندرك أنه الأمور ما رح تكون سهلة شوي منكون متشائمين أو عنا وسواس زيادة عن اللزوم علينا أن نعمل بجدية أكبر في حل كثير من الأمور لأنه منجد صعوبة في حل بعض المسائل الحظوظ ما بتدعمنا وبرضو يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو البدء بنظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين أو البنوك أو الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 3 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و 46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 43 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني ولكن بتكوا تنتبهوا لأنه ما نازل القمر القمر في مكان ممكن يزيد من النصابين والمحتالين بالفترة هاي فبتكوا تكونوا عارفين أنتوا بتساعدوا مين برضو اليوم بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنحها بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم إننا نعمل عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو عمليات صغرى ما في أي مشكلة الركبتين المفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن لا يصلح للجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية ولكن مش بالليزر يصلح لقص الشعر التجميني والحنة ولكن الصبغ ما بنصح فيه ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الجدي قلو المسار القادم يوم الغد الأربعة ببدأ الساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة 9 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 23 يوم الساعة 11 و55 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش بصير 24 يوم نسبة الإضاءة 41 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة منتحس الآن بنسبة 10 في المية ساعة المساء سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الجدي حتى يوم 3 أربعة سعيد الآن بنسبة 70 في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة 85 في المية ساعة العصر سعيد بنسبة 60 في المية ساعة المساء سعيد بنسبة 70 في المية عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 أربعة منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في الحوت حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات العصر منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30-4 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وما بينفعكم اليوم العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر أعمالك وإظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإضطراب أيضا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برج الثور النسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء وما تجعل أي شيء يحبطك التطورات هانية بالفرص اليوم وهي فرص رح تكون مناسبة وبتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولورشات العمل وللدراسة وأيضا للتواصل العاطفي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب ما بيجي من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنك اليوم لا تتشبث بمواقفك المتصلبة وكن مرن ومبتسم وما في داعي للعنادة ناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بينصب اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم سواء شراكات العمل أو شراكات العاطفة أو العلاقة ما بين الأزواج هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك والأجواء ممكن تكون شوي متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل لأن الأجواء ضاغطة نسبيا عليك وطاقتك ضعيفة والمسؤوليات كبيرة فبدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك عنك قدرة عالية على إنجاز قسم كبير من عمالكم الموكل لعلكم ولكن الأهم إنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل فلازم تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فبدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي وممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وبرضو ممكن يكون لبعض موليد برج الأسد في عمل جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب جدا للترفيه أو النشاطات الفنية هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة وممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو ممكن تحاول ترتيب الأمور فهي فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتفضلوا التركيز حول شونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء وحساسيتك الزيادة فممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة يعني اليوم في أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتتمتع اليوم بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على التواصل مع الجميع حتى اليوم مناسب للتواصل مع الأحبة بوسعكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة اتبرر من خلالها مشاعرك أو اتبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما الكواكب اليوم تعمل لصالحك وبتسهل كثير من الأمور ولكن تراجعه طارد بيقولك إنه ما تغامر ماليا يعني ما تتهور اليوم بالأمور المالية وما تسمح لأي شخص بإنه يغشك كن حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تجدوا أي شيء جديد ابحثوا عن أي أمر مميز لأنه اليوم بتعيشوا فترة واحدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر من أسرع فترات الشهر وأكثرها ثم إثماراً ادخل التنويع لحياتك الشخصية اليوم في انفراج وفي تسوية أيضاً برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم اليوم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتكون تنجزوا الكثير من أعمالكم وبشكل روتيني وحاولوا أنك تخلدوا للراحة أي فترة محبطة وفارغة تماماً من كل خبر وحسم يعني ممكن تواجه بعض الضغوط والعراقيل أو امتحانات صعبة أو ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما تتخذ قرارات حاسمة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حشد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف وللتواصل ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك يعني اليوم النشاطات الاجتماعية هي اللي فيها المكاسب الكبيرة بالنسبة لا إلك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر